اشتركوا في القناة ومليئ بالالقاب والبطولات والانجازات بالنسبة للنادي الاهلي على صعيد كرة القدم وفي اختلف كمان المجالات بخصوص جمهورية مصر العربية الحبيبة ان شاء الله بإذن الله كلنا نبقى صعداء هذا العام وكلنا نكون بصحة وخير دايما يا رب النهاردة عندنا كلام كتير جدا على مختلف الأصعيدة سواء على صعيد المحلي صعيد العالمي وأكيد قبل كل ده هنتطرق بشكل مدقق ومفصل عن أخبار ندينا الحبيب النادي الاهلي وآخر تفاصيل الاستعدادات الهمة جدا لمباراة الغد الغاية في الأهمية أمام بيراميدز في بطولة الدوري في إطار مباريات متتالية وقوية وضغط كبير جدا في هذه المباريات فان شاء الله الأهلي يكون موفق فحنرصد لحضراتكم كل الجديد والتفاصيل المهمة تتعلق بالنادي الأهلي لكن أكيد كمان بنتظر تواصل حلقكم معنا من خلال سؤال حلقة اليوم والسؤال بيتعلق بموراة بكرة قدام بيراميدز توقعاتكم لتشكيل النادي الأهلي في هذه المباراة وأيضا لنتيجة اللقاء هناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير كما هو المعتاد من حلقة التريند لكن البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العنوين تعالوا نشوف في تريند الأهلي الفريق يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز بالتوفيق إن شاء الله وكمان أوكلاند سيتي ينفي أو ينفي انسحابه من مونديال الأندي وفي تريند العالمي همبابي يتفوق على هولند مع نهاية عام عشرين واثنين وعشرين طيب النهاردة في عدد من المباريات المهمة في مختلف الدوريات نبتدي دايما طبعا بالدوري الإنجليزي في الجولة السبعتاشر في الدوري ده ومباريتين مهمين جدا منهم مباراة ابتدت الساعة أربعة ما بين توتنم وأستون فيلا الشوت الأول انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف والشوت الثاني ابتدى في هذه اللحظات أما المباراة الأخرى والأخيرة في هذه الجولة هتكون ما بين نوتينجان فورست على ملعبه ها يستضيف تشيلسي طبعا في مباراة مهمة جدا الساعة ستة ونص وهي أكيد مباراة مهمة بالنسبة للفرقاتين وكل مباراة الدوري الإنجليزي هي مهمة ممتعة جدا بصراحة النهاردة كمان في الدوري الفرنسي فيه أكتر من ماتش فيه ماتشاط أو أربعة ماتشاط بالتحديد ابتدوا الساعة أربعة والشوت الأول خلص هي ماتشاط مين موناكو مع أستاد بريست الشوت الأول انتهى بتعادل السلبي نفس النتيجة انتهى الشوت الأول تولوز مع أجاكسو وأيضا الشوت الأول ما بين نانتو وأسير الفرنسي انتهى بتعادل السلبي بدون أهداف والشوت الأول انتهى ما بين أنجي ولوريا والمباراة الوحيدة اللي شهدت هدف حتى الآن في الشوت الأول لصالح أنجي لكن فيه الساعة السادسة من ساعة هتكون مباراة اليوم مع كليرمون فوت والساعة عشرة إلا ربع مباراة لونس مع باريس سان جرمان في الدوري الفرنسي دي أهم وأبرز المباراة في مختلف الدوريات الأوروبية بالتحديد هروح لفاصل سريع بعد الفاصل كالعادة كل التفاصيل فاستند أهلا بحضراتكم مرة تانية بكرة مطش مهم جدا بالنسبة للنادي الأهلي مهم للأسباب كتير قوي يعني أنت الفترة اللي فاتت أربع مطشات ثلاثة عدلات وانتصار وحيد وده ما ينفعش ببنتها الأمانة يعني بالنسبة للأهلي وكل الأهلوية والجماهير واللعيبة نفسهم وجاذب فني والإدارة وكل الناس ده أمر غير مقبول مش ده اللي حيخليك تاخد بطولة في الآخر لو فدنا مشين بالشكل ده احنا حنفضل نتعصر فبالتالي هنفقد عدد كبير من النقاط فبالتالي فرص الفوص باللقب الغالي جدا السنة دي وهي بطولة الدوري ولليها أولوية كبيرة جدا عند منظومة النادي الأهلي هتبقى الفرص ضعيفة فلازم جدا من خلال مباراة قوية زي مباراة بيراميدز لما بقولك مباراة قوية يبقى هي فعلا مباراة قوية لأن بيراميدز قدامك غير قدام أي فرقة تانية وإحنا مدركين كده كويس وعارفين الأسباب بشكل كبير جدا فالمباراة اللي زي دي انت لازم تستغلها أفضل استغلال أفضل استغلال اللي هو إزاي يعني اللي هو تقدي أداء جيد وتكسب لأن انت لو كسبت مطش زي دا أولا هترجع ثقة كبيرة جدا 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 في نفسك كلاعب في النادي الأهلي كجهاز فني للنادي الأهلي كجمهور في الجهاز الفني وفي اللاعبين وده أمر حيكون مهم وحيفرق معك بشكل معنوي فيما تبقى من مباراة قبل المشاركة في بطولة كاس العامل الأندية وهو تحدي خاص بالنسبة للأهلي وجماهيره فبالتالي مهم جدا أن احنا نكون في كامل تركزنا في مباراة بكرة بإذن الله واحد أحد مهم جدا أن احنا نكون دارسين فرقة بيراملز بشكل كويس مهم جدا أن احنا ننزل نكون ناسيين اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت ناسيينه في الملعب لكن لازم برضو اللي حصل دا يكون دافع علينا أن احنا نحسن الصورة فكل دي أمور تقدر من خلالها ترجع فايق من مباراة بيراملز تخرج فايق من مباراة بيراملز تخلي الكلام كله متغير من الجمهور ناحية الفرقة والجمهور اللي هو بينتقد نقد صحي ونقد بناء يرجع يشيد بيك بس برضو عشان نبقى برضو نتكلم بمنتهى الأمان حتى لو فاز الأهلي بقرأ على بيراملز 10-0 10-0 الأهلي محتاج تدعمات عشان يكمل قائمته عشان يقوي قائمته لأن احنا عندنا مطشاط قوية جدا وده أمر مفروغ منه حيث التدعمات اتطمنوا بإذن الله أحد أحد بس عشان نكون بنتكلم إيه بمنتهى الصراحة لكن التدعمات حاجة ومطش بكرة قدام بيراملز حاجة تانية خالص مهم ما قوي أن أنت بإذن الله أحد أحد تقدر تكسب وتأدي وتقنع الجماهير بانتصار يكون جيد والسلس نقاط بصراحة يعني في الأول وفي الأخير هي أهم من الأداء في المباراة اللي زي دي بالتحديد فالأهلي بيواصل استعداداته وحيختتمها النهاردة من خلال مران تقريبا نبتدى خلاص في هذه اللحظات على أستاذ مختار التتش بعدين مباشرة يدخل الفريق في معسكر مغلق قبل انطلاق المباراة بـ 24 ساعة مطش بكرة إن شاء الله على أستاذ القاهرة الدولي الساعة 7 بالليل الساعة 7 يا جماعة مظبوط ومطش هيكون مهم مطش الساعة 7 أستاذ القاهرة طبعا بعد قرار جنادي الأهلي بناء المباراة هناك ونجحه في الحصول على كل الموافقات اللي بتتعلق بهذا الإجراء فإن شاء الله الأهلي يكون موفق في هذه المباراة بس أنا عايز أعرض جدول الدوري لأن جدول الدوري بالنسبة لي مهم مهم الاعتبار أو الاعتبارات كتيرة جدا لأن بصراحة لازم برضو جدول الدوري يكون دافع بالنسبة لنا وبالنسبة للعيبة وأنا أبعرض لهم الجدول هو على الشاشة وهم عارفينه كويس قوي الأهلي في المركز الكام الأهلي في المركز التاني هتقول لي فرق أهداف ومش فرق أهداف والله لو فرق أهداف إحنا مش قابلين إن إحنا يبقى في المركز التاني مش قابلين نشوف اسم الأهلي في المركز التاني خصوص إحنا قبل كده سنة اللي فاته كان في بعض العوامل في بعض الأعذار في بعض الأمور اللي ممكن إيه تكون مبرر منطقه نوعاً ما بالنسبة لك السنة دي مفيش أعذار السنة دي مفيش أعذار إحنا الفرق الأساسية بتاعتنا خدت راحة بما فيه الكفاية مع نهاية الموسم الماضي بعد ما فقدت البطول بعد ما خسرت البطول فراجعين فرش والدنيا كويسة مع التدعمات لا خليلي الجدول شوية معنش مع التدعمات مع كل الأمور اللي زي دي فإن شاء الله تظهر بالشكل الأفضل فأنا بأعرض جدول الدوري عشان نشوف إحنا في المركز التاني وده أكبر دافع بالنسبة لنا قبل مباراة بيرامدز بكرة وإزاي تقدر تتخطى العقبة دي وإزاي تقدر إنك تكمل المسيرة ويبقى فيه استفاقة في المباراة المتوقية في شهر يناير اللي ابتدى النهار المواطشات كلها وراء بعض وفي منها كمان أو من ضمنها مواطش الزمالك يوم واحد وعشرين بس المواطشات كلها بنفس درجة الأهمية فمركز النادي الأهلي في المركز التاني بعد نادي الزمالك في المركز الأول فارق أهداف أنا ما ليش دعو فارق الأهداف أنا ليه دعوة بالنقاط وليه دعوة إن أشوف النادي بتاعي موجود على قمة ترتيب الجدول زي ما إحنا دايما متعودين فأكيد لعيبة النادي الأهلي والجازب فني مش عجبهم الكلام ده زي ما الجمهور مش مبسوط بكرة بداية وانطلاقها جديدة أنا واثق في كده بإذن الله بالنسبة للفريق في إطار العودة للانتصارات والعودة للأداء المقنع سعيا نحو الفوز بالبطولة الغالية اللي بنفتقدها وليليها أولوية كبيرة جدا من نسبة لنا كجمهور للنادي الأهلي بنهاية هذا الموسم مش بقلل طبعا البطولات التانية احنا سقفتنا كده يا جماعة احنا عايزين نكسب كل البطولات حتى والله لو كاس العالم رغم أن هي حاجة صعبة لكن احنا عايزين على الأقل نوصل نهاية الطموح كبير عند النادي الأهلي طموح الحقيقي عند النادي الأهلي كبير فلازم احنا نكون نقدي الطموح ده والكل بيسعى لإرضاء جمهور النادي الأهلي لازم تكونوا متأكدين من كده بداية من مجلس الإدارة مرورا بأي واحد جوا منظومة النادي الأهلي فان شاء الله بإذن الله بإذن الله بكرة تكون مباراة موفقة بالنسبة للفريق طيب الاستعدادات ماشية بشكل كويس معرفش كريم جاهز معنا دلوقتي ولا لأ لكن في كل الأحوال هحاول أتكلم معاكم عن بعض التفاصيل المهمة اللي بتتعلق بالمران بس يعني الدوني ديئتين بالضبط لكن كالين أقول لكم أبرز وأهم المباراة خلال الأيام المجبلة في بطولة الدوري وإحنا بكرة بالتحديد يوم 2 يناير في ماتش أسوان مع الزمالك ده ماتش الساعة 3 إلى الربع مباراة تتلعب هناك في أسوان وأسوان ماشي بشكل كويس بصراحة مع الكابتن أيمان الرمادي فمباراة أعتقد حتكون حلوة يعني أعتقد الماتش ده مش هيكون سهلة قوي على النادي الزمالك لأن أسوان فايقين الفرقة فايقة الداخلية هتلعبوا المصري في نفس التوقيت أو الاتحاد حيستضيف أمبي في اسكندرية الساعة 5 والأهلي هستضيف بيرامدز الساعة 7 لأستاذ القاهرة الدولي دي أهم مباراة بالنسبة لنا يوم الثلاث في ماتش غزل المحلة مع سيراميكا كليوباترا ماتش مهم جدا لفرقتين غزل المحلة ماشيين بشكل جيد بصراحة سيراميكا بيحاولوا برضو بعد التعادل الأخير يديهم دفع التعادل الأخير كمان مع النادي الأهلي يديهم دفع أنه هم يرجعوا بالشكل الأمس اللي ابتدوا به البطولة السنة دي ما قولوا العرب حيلاعب حرص الحدود الماتشين دول هيكونوا الساعة 3 للربع الإسمايلي حيلاعب البنك الأهلي الساعة 5 وفيتشر حيلاعب سموحة الساعة 8 يوم الأربع ماتش وحيد في ختام الجولة دي وهي مباراة فرقه مع طلاقع الجيش فدي المباراة طيب النهاردة بالمناسبة عند ميلاد واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ النادي الأهلي ومن أفضل الأجانب اللي تعاقد معهم النادي الأهلي وهو علوله علي معلول بنقوله كل سنة وانت طيب وسنة سعيدة عليك يا رب وعبال مليون سنة وانت دايما متقلق مع النادي الأهلي وانت دايما بتعمل كل اللي تقدر عليه جوال ملعب عشان تساعد جاملين النادي الأهلي وانت دايما بتساهم في عدد مهول من أهداف النادي الأهلي سواء من كلال إحرازها أو صناعتها فعلي معلول أنا بشوف أنه هو من 3-4 لعيبة قدر النادي الأهلي أنه يتعاقد معهم كأجانب ونجحه بشكل بارز هو رأي أفضل محترف في تاريخ النادي الأهلي الأرقام نفسها هي اللي بتقول كده في كمان فلافيو في جيلبرتو في أحمد فليكس طبعا من ضمن الناس اللي يصنفوا برضو في المرتبة دي هو ديانج من وجهة نظري لكن معلول هو أبرزهم الأرقام كلها بتقول كده فبنقوله كل سنة وانت طيب معلول وعبال مليون سنة ودايما كده جمهور الأهلي بيصد فيك وبيحبك جدا 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 فخلينا نروح هنشوف الفيلر ده المعلول وبعده فاصل وبعده فاصل نرجع نكمل هو معلول هو ملك الحلول وهو الأهلي فرحة مجنونة وقصة مسيرة قصة غير نروح لتريند الأهلي ونشوف أهم وأبرز الأخبار اللي اكتبت على السوشيال ميديا عن النادي بالتحديد ونبتدي بالوطن السبورت واللي قال لك إيه عاجل إيه الحق إيه ده خمس إصابات في الأهلي قبل ومجد بيرامنس غادم في الجولة 11 من الدولي طب مين إصابات يا جماعة أكرم توفيق مصطفى شبير طهير محمد طهير بيرسي طهير حسام حسف ده المكتوف في الخبر هل فيه جديد في الموضوع أصل عاجل دي خضيتني بصراحة يعني يعني مع كامل احترامي طبعا لكن أقرب معروف إصابته خلاص إصابة طويلة للأسف الشديد قطع في رباط الصليبي مصطفى شبير عرفنا وموضوع الجدروف هو مش حارس أساسي لنادي الأهلي بس طبعا إصابة أكيد يعني نتمنى عودته منها سريعا طهير محمد طهير بقاله شهر متصاب بيرسي تاو كذلك حسام حسن هو تقلي تقريبا في العضلة الخلفية فمش موجود وجاهز لها زي مباراة لكن ما فيش جديد يعني أنا قصدي ما فيش إصابات جديدة عشان لكن هي دي بتبقى سياسة أو مدرسة في موضوع العنوين بالتحديد عشان وده بيحصل يعني عشان تجذب القراءة لقراءة الخبر طيب نحن نخش على خبر آخر من حساب في الجول مصدر من بيراميدز اللي في الجول قالوا إن إحنا طلبنا استجدام حكام أجانب الوراة الأهلي قبل عشرة أيام واتحاد القراء أختارنا بالموافقة على ذلك وقمنا بسدادة المستحقات المطلوبة أنا مع القرار دا بصراحة يعني دي حاجة إيجابية إن يكون فيه حكام أجانب الوراة الأهلي قبل عشرة دا مهمة جدا لأن إحنا بصراحة بنشوف الأخطاء متكررة جدا وإحنا بقلنا سنتين ثلاثة في القصة نشع فين نخلص منها جبنا خبير أجنبي مش نافع لحد دلوقتي أو يعني عايزة برضا عشان أبقى واضح وأمين جدا الأخطاء قلت نسبيا لكن هي موجودة هتقول لي ما هو لازم يبقى فيه أخطاء هقول لك بس مع الفار ما منشوفش أخطاء برا يعني نادرا لما أخطاء تكون تتعلق بالفار في البطولات الأوروبية أو في أي وعاكاس العالم شوفنا هتقول لي التكنية مختلفة ماشية دور الإنجليزي كذلك أي دور تتفرج عليه الفار بيدخل بيطبق العدلة فعلا مش بيترسم فيه خطوط غلط أو مش النقط عشان تحط على الخطوط أو المكان اللي انت تحط فيه المقطع عشان يترسم على الخط مش بيتحط غلط الأمور بتشتغل بمنطقة الاحترافية والمهنية والإدراك لكيفية استخدام تكنية الفار إحنا عندنا هنا مشكلة أتمنى بصراحة يعني الأهم من الحاكم الأجنبي يكون جاي بالطاكم الكامل بتاعه الطاكم الأجنبي كمساعدين وكفار الفار أهم فالمطشاط اللي زي دي أنا بصراحة مع القرار ده أنا بصراحة مع القرار ده هو حد دلوقتي رغم أن المباراة بكرة محدش أعلن عن مين هو الحاكم فيه تقارير بتقول اللي هو حاكم نهاية كاس العالم بين فرنسا والأرجنتين اللي هو مارتشنياك الحاكم البولندي رغم أنه ارتكب أخطاء باحتراف وهو في هذه المباراة من 3-4 يام تلع أتكلم أنا ارتكبت بعض أخطاء في نهاية كاس العالم بس من وجهة نظره أخطاء غير مؤسر لكن أعتقد مثلا ضربة الجزاء بتاعت ديماريا على ما أتذكر ما كانتش ضربة أو مشكوك جدا في صحتها ففي كل الأحوال ماشي خلينا نشوف الأمور هتمشي ازاي طيب تعالوا نروح لخبر آخر عكس بقى الخبر ده قال لك ده من الوطن سبورت هم الناس بيقولوا من خلال اجتهادهم ومنصدرهم أن في صعوبة في استجدام حكم أجنبي لقاء الأهلي أو بيرامدز بسبب كريسمس وارد بس بما أن بيرامدز بعته من 10 تيام فاته فأكيد كان حصل تواطن من 10 تيام ففي كل الأحوال المفروضة يكون فيه قرار نهائي لكن خلال ساعات أكيد حيتامل إعلان الرسمي بخصوص هذا الموقف وحكام مباراة الأهلي وبرامدز هذه المباراة الهمة جدا غدا في بطولة الدوري نروح للمصر الرياضي المصر الرياضي عفوا الأهلي يحسم أول صفقتين في المركاتو الشتوي أكيد الناس شغالة أكيد الناس بتحاول تدعم صفوف الفريق خصوصا بعد ما يعني وضح جدا جدا كولر في المؤتمر صحف الأخير بتاع ماتش سيراميكا لكن بغض النظر على الأسماء أكيد مش هنكلم على الأسماء هنا لكن في كل الأحوال احنا منتظرين الإعلان الرسمي من قبل النادي الأهلي وده بأعتقد أنه هو قريب مش بعيد لأنه انت في كل الأحوال برضو عايز تدعم صفوف الفريق بشكل جيد وبشكل مبكر في يناير عشان تقدر توصل لكاس العالم وانت جاهز ويكون فيه نوع من أنواع الانسجام النسبي على حسب كم الصفقات أو عدد الصفقات الممكن يبرمها النادي الأهلي فخلينا ننتظر برضو ونشوف لكن مؤكد من خلال الخبر ده أن الأهلي فعلا بيفعل التعاقد مع بعض الأسماء ده أمر مؤكد طيب نروح لخبر آخر وده من حساب الأهلي أو موقع الأهلي دوتكو واللي بتكلمه على أن مشاري بوف خارج حسابات الأهلي وبالمناسبة واللعب كان اقترب بشكل جديد جدا من انضمام النادي الأهلي في الصف اللي فات لكن كان عنده أصابة هي اللي عطرت انضمامه للنادي الأهلي خلال الأيام اللي فاته الناس كانت تتكلم على أنه ممكن مشاري بوف يدخل حسابات النادي الأهلي تاني خصوصا بعد مستقدم نادي النصر السعودي كريستيان رونالدو فاستغنى عن بعض اللاعبين الأجانب في صفوفه ومنهم مشاري بوف وأعتقد لعب حر دلوقتي فالله أعلم برضو يا جماعة كل شيء وارد يعني ما أقدرش أقولك أنه هو الخبر ده صح أو غلط ده اجتهاد من الأهلي دوتكوب وارد يكون صح وارد أن يكون غلط لكن خلينا نتركب ونشوف هل مشاري بوف ممكن يجي النادي الأهلي أو لا الله أعلم نروح ليه يلا كورا ويقولك عاجل نتطلع لمواجهة الأهلي أوكلاند سيتي ينفي ليلا كورا انسحبه من كأس العالم للأندية ويمكن تلاع مبارح كده دوشة يعني حصل كلام كتير قوي مبارح إن إلحق أوكلاند سيتي انسحب من كأس العالم الأندية وممكن بقى مين الأندية اللي تدخل مكانه طب لا إحنا أحق لا إحنا اللي ممكن نروح لا إحنا مش عاكب خدنا بطولات آخر كام سنة فحقنا إن إحنا نلعب كلام من هذا القبيل يعني بدون العودة لأي حاجة تتعلق بلايحة البطولة لكن المؤكد إن أوكلاند موجود في كأس العالم ودي تصرحات طبعا على لسان مسئولي بالتحديد واللي يأكدوا إن هما حيكونوا موجودين في كأس العالم بشكل طبيعي جدا وإن هما بيستعدوا لهذه البطولة وده كان رد كمان من مدير المركز العالمي النادي أوكلاند على استفسار مينيال الأقورة عن حقيقة انسحاب الفريق من مونديال الأندية قال تستمر الاستعدادات لفريق أوكلاند لخوض كأس العالم الأندية على مصاري الصحيح النادي تطلع إلى مباراة الأهلي يوم 1 فبراير الناس موجودة يعني في المغرب وهو اسمه واتسون أتم تصرحاته قال الفريق حيقود للتدريبات في فضون أيام قليلة ويخد ثلاث مباراة ودية قبل المباراة الافتتاحية للبطولة إذن أوكلاند سيتي موجودين في كأس العالم وحيلاعبوا النادي الأهلي في أول مباراة في البطولة يوم 1 فبراير بعد شهر من دلوقتي بالتحديد ماشي خلينا نروح لخبر آخر وده من كورة 11 وقص بقى عشان الخبر ده محتاج تعليق شوية قال لك كولر يجري غربلة مدوية في صفوف الأهلي السويس رياضة على طولة مجلس الخطيب أسماء عشرة لعبين من نجوم الفريق من أجل استغناء عنهم في ميركات ويانايل حتة يا جماعة الاستغناء عن عشرة مرة واحدة ده أمر مش مطروح لأ أنا بقول له حضراتكم ما فيش حاجة أسماء كده أن أنت تستغني عن عشرة لعبين فترة انتقالات شتوية في الموسم مليء بالمطولات والتحديات المختلفة فده أمر غير مطروح لكن هم هنا بيتكلموا عالمين أنا حسام حسن محمد محمود زياد طريق محمد محمود زياد طريق تبقى لكل المؤشرات هم أقرب يتنل الرحيل عن نادي الأهلي حسام حسن ربما الله أعلم برضو القرار النهائي بما أننا برضو إي يعني لازم نكون منتأكد أو لازم نكون بنقول لحالكم معلومة دقيقة لكن كريم دبيس وعبد الرحمن رشدان هم أصلا مقاديم تحت السن وبيلعبوا مع فريق الناشئين يعني فريق الشباب في النادي الأهلي ففكرة أن هم يتم بيعهم ده أمره برضو غير والد وارد بالمرة محمد فاخري ربما عمار حمدي أنا بقول لحالكم 99.9.5 من 10 99.9 من 10 موجود مع النادي الأهلي لأنه الراجل موصوط منه جدا كمام قال لك من تاني مصطفى سعد هنترقب الموقف بالنسباله أحمد نبيل كوكا من الوارد محمود مغربي من الوارد بس لو تبص على الأسماء اللي موجودة يعني هي أسماء كلها مش أساسية مع الفرقة فبرضو ما تقرأ خبر زي ده كده قبل ما تقرأ الأسماء تتخض تقول عشر لعيبة دي احنا هنغير الفرقة بشكل كامل وده ما فيش أي نادي بطل بيعمله بالتحديد في نص الموسم ولا حتى قبل بداية الموسم ففي بعض الأحيان العنوين هي اللي بتشد يا جماعة إحنا لازم نوضح لحضراتكم الأمور جليزي دي يلا كورا بتكلموا أحسن ونسمع على تويتر إن الأهلي يستعد الإعلان عن راعيين جديدين هنشوف وارد جدا خلال الأيام اللي جاية نسمع عن أخبار جديدة تكون سعيدة بالنسبة لجماهير النادي الأهلي والأمور اللي زي دي يا جماعة اللي منوت بالإعلان عنها هو النادي من خلال قنواته الرسمية المختلفة فخلينا نتركب ونشوف الوضع هيكون خلينا نروح لفاصل سريع بعد الفاصل لساعة ده تفاصيل تانية مهم أهلا بحضراتكم من جديد عايزين نتطمن على الفرقة بشكل أكبر خصوصا إن الاستعداد الأخير لمبراد بكرة أمام بيرامدز بيقام في هذه اللحظات على استاد مختار التتش فأكيد فيه كواليس كتيرة جدا وفيه ملامح للأمران بس نبعد طبعا عن ملامح الفنية كلها ونروح لزاملنا العزيز كريم أحمد مرئيس القناة الأهلي المتواجد في مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان يقول لنا كل الأخبار والتفاصيل اللي بتتعلق بالتدريب النهاردة يا كريم مساء الخير مساء الخير عليك زميل العزيز أمير إشام برحب بيك في البداية ويمكن سنة سعيد عليك بقى وعلى كل مشاهدين وكل جمهور النادي الأهلي وارب إن شاء الله كون انطلاقة طيبة كالعادة وكون انطلاقتنا موارد بيرامدز بإذن الله يا رب كل سنة وانت طيب يا كيمو يعني عايزين طبعا مباراة بالتأكيد يا أمير ممكن زي ما أنت بتقول مباراة يعني لها حسابات عديدة جدا يعني مش هنتكلم على إخفاقات على قد ما احنا إن شاء الله بإذن الله تكون صفحة جديدة وبداية جديدة وانطلاقة جديدة الفريقة للنادي الأهلي محتاجين في هذه المباراة حديدا أمور عديدة جدا بيتكلم عليها مستر مارسي الكورا المدير الفني الروح شخصية النادي الأهلي إنكار الزات أمور عديدة بيتكلم فيها في كل التدريبات في كل المحاضرات لأن يمكن من خلال المتابعات للمباراة الماضية توفيق بيغيب عننا لكن محتاجين كمان أمير يكون عندنا المجود الكبير الفينش محتاجين إحنا نركز بشكل كبير جدا الكرة الثانية كان عندنا فيها بعض الصعبات في المباراة الأخيرة كل الكلام ده رغم ديق الوقت لكن الرجل بيحاول إنه هو يعني نصحح أخطاء لكن أنت عارب برضا أمير دي الوقت بيسبب مشكلة شوية فالراجل بيتكلم عملي بشكل كبير النظري أنت عارف مباراة دي كانت جيدة جدا لفريق النادي الآله أمس طبعا كل اللعيبة لما بتشاركش الراجل بيحاول يحط كل اللعيبة في حساسية المباراة آه يمكن طبعا المباراة انتهت بالنتيجة طبعا ثلاثة واحد لكن ما كسب كتير جدا عمار الحقيقة ممكن ظهر بشكل أكثر من رائع الحقيقة يعني ما بنتطمن على العمار تحديدا شوفناها في تدريبات شوفناها في مباراة ودية فبيدينا مؤشر كبير جدا هو ان شاء الله ممكن يكون متواجد لكن بعد مباراة بيرامز لأن انت عارف فيه تقني بشكل كبير جدا على كل اللعيبة طبعا اللي راجع من الإصابات اللي طويلة مش عايزين نفقت حد تاني فبنأكد على العمار يمكن ظهر بشكل مميز جدا كل اللعيبة كمان اللي ظهرت فيه التدريب الأخير والمباراة الأخيرة اللي ودية ظهرت بشكل جيد جدا على الجانب الآخر مستر كولر مركز طبعا مع كل اللعبين اللي هتكون إن شاء الله بإذن الله في قائمة مباراة الغد عودة أحمد عبدالقادر إضافة كبيرة جدا خلاص يطمنا عليه بشكل كبير في التدريبات نهاردة كمان يكون في جرعة تدريبية قوية لي وياخدها بالكامل إن شاء الله ويعلن جهازيته يكون متواجد مع فريق النادي الآلي في مباراة بيرامز غدا بمشيئة الله على الساد القاهرة الساد القاهرة إن شاء الله نادي الآلي تعود على أرضه الأجواء تحب لعبة على الساد القاهرة إن شاء الله بإذن الله كل الظروف تكون معنا غدا مع فريقا لنادي الآلي في مباراة بيرامز مباراة لها حسابات عديدة جدا ويا رب إن شاء الله أمير جمهور النادي الآلي تزاكر نفزت بالكامل جمهور النادي الآلي عنده دور مهم جدا كالعادة الروح والحماس بيستمد النادي الآلي قوته من جمهوره. جمهور النادي الآلي محتاج اللعبة جدا. ولعبة النادي الآلي محتاجة الجمهور في هذا التوقيت. لان احنا مش عايزين نفقد اي نقاط تانية. عايزين ان شاء الله بإذن الله نصعد تدريجيا بإذن الله ان شاء الله بإذن الله لحصول على تلات نقاط في كل المبارات. ولكل حدث ان شاء الله خلال الفترة اللي جاي امير. اكيد كريم الجزئية المهمة جدا اللي عايز اسألك عنها وهي كيف اتعامل الجهاز الفني في الجانب النفسي والزهني او تهيئة اللعبين زهنيا قبل مباراة بيرامدز بالتحديد. ويا مباراة يعارفين مدى القوة اللي بتبقى فيها او اللي بيظهر عليها فريق بيرامدز خصوصا قدام النادي الاهلي. وكمان بعد النتائج الاخيرة في اخر اربع مطشاط اداء متراجع شوية. نتائج غير مرضية بالمرة. فاكيد فيه دور كبير جدا من جهاز الفني في الشك النفسي والتهيئة الزهنية قبل مباراة بالتأكيد يا امير يعني نقطة مهمة جدا ويمكن هضم الكلام كمان لعبة النادي الاهلي الكبار تحديدا كباتا فريقا للنادي الاهلي لان المرحلة دي محتاجة الخبرة محتاجة الاحاديس السنائية الجماعية الفردية محتاجة الجهاز الفني يجتمع باللعبين بشكل منفرد وده اللي بيتم. التحفيز يمكن بيقوم بيه الكابتن سايد عبدالخفيس كعدتو ميستر كولر بيكلم بشكل كبير كابتن سامي ومصان اللعيبة عارفة اهمية هذه المرحلة خلاص انت زي ما بنقول اللي عده خلاص مش هنبصله احنا عايزين اللي جاي محتاجين ان احنا يكون انطلاقتنا اقوى من كده الشخصية النادي الاهلي بيفرضها في كل المباريات ويمكن لو بنسترجع عمير مباراة المحلة كنا بنقدي اداء اكتر من رائع فرضنا اسلوب النادي الاهلي وشخصيته كل مباراة لازم يكون بهذا الشكل الروح مش موجودة وعايزين اكون موجودة القلب بكل الحاجات دي يعني مش عايزين نتكلم طبعا على عدد من اللعيبة فقدناها كان بتدينا الروح والامل الكبير جدا على عصوم اكرم توفيق لكن ثقاتنا كبيرة في كل اللعيبة محتاجين ان احنا انكار الزات مهم جدا لان انت خلاص بتوصل لجون الفينش مطلوب لكن اللي ضامن ان هو يحط الكرة بنسبة تسعين في المية دي له نادي الاهلي هو النجم وليس اللعي فقط لغير فده يمكن اللي بيأكد عليه الجهاز الفني محتاجين كل اللعيبة يكون في التركيز الكبير جدا في طب فورم توفيق ربنا هيجي من الاجتهاد لعبت النادي القلب تكتايت بشكل كبير جدا ان شاء الله بازن الله ربنا يكون معهم ويوفقوا ان شاء الله في مباراة الغد وبراءة يكون فيها ندية لها حسابات عديدة جدا لكن ان شاء الله بازن الله الاختيار يكون موفق لمستنا مرسيل كولر طيب كريم اخر سؤال هو سؤال مهم جدا بالنسبة لجامهيري النادي الاهلي امتى ممكن نشوف طاهر و بيرسي تاو في مران الاهلي وهل ممكن يلحقوا اي عدد من المباريات قبل انطلاق بطولة كاس العمل الاندية بالنسبة لفريق بحيث ان هم يكونوا جاهزين في البطولة دي ولا لا يعني لو ببدأ معك بطهر محمد طهر يعني هو في المرحلة الاخيرة خلاص يعني قادر اقول لك نعدي بس مباراة البرامز والمباراة كمان القادمة ومنها ان شاء الله نبدأ نشوف طهر في تدريبات الجامعية يقدر يلحق كاس العالم بشكل كبير جدا بيرسي تاو ايضا كمان انت عارف الضمة وممكن بتطول شوية امير اصابات الضمة فمحتاجة تقني بشكل كبير هو بيقدي كل البرنامج العلاجي الموضوع منه لكن فيه ممكن تقني بشكل كبير جدا على كل اللعيبة تعارف معنا متسع من الوقت شوية حتى كاس العالم فمحتاجين ان احنا اللعيب مايرجعش يلعب مباراة ثم بعد كده نفقده بشكل كبير لكن طهر بأكد لك ان شاء الله بإذن الله يعني بيقدي اداء مماز جدا خلاص فقص النواب يجري في مراحل 60 و70 في المية فيمكن الامور دي بتطمننا ان شاء الله بإذن الله عقب مباراة بيراميز يبدأ ان هو ياخد جزء من التدريبات ومنها ان شاء الله يرجع المباراة وايضا كمان يكون معه بيرسي تاو وعمار حمدي كمان اللي بنعمل ان شاء الله بإذن الله كل دور في قائمة نادي الألي في المباراة القادمة ان شاء الله يا أمير ممكن لها عمار بكرة يا كريم ولا صعب يعني بنعمل ان شاء الله بإذن الله لكن هو ممكن لعب مباراة كاملة الحقيقة مباراة متخب غانا طبعا لعب المباراة كاملة وقد اداء مميز جدا فبنترك طبعا هذا الامر الميستر كولر لسه تدريب شغال أمير انت عارف انا انتظر بس انتهاء التدريب ومنها ان شاء الله اعلان القائمة يارب يكون متواجد لكن زي ما بقولك أمير أماننا في كل اللعيبة ثقاتنا كبيرة جدا فيهم وان شاء الله يكون مكسب للنادي الألي ويعود سسلة الانتصارات من جديد ويفرح جمهوره اللي عندنا عمل كبير جدا فيه انه يكون مسانك كالعادة ودعم كبير لنادي الأهل بإذن الله كريم انا بشكرك شكرا جزيلا زمينا العزيز المميز كريم أحمد قال لنا كل الأخبار تتعلق بالفرقة قبل مباراة الغد الهمة جدا دام بيراميز كان معنا من خلال مقار النادي الأهل بجزيرة وطمننا بشكل كبير جدا يا رب يا رب الأهل يكون موفق في مرات بكرة وده هيحصل بمساندة جمهور النادي الأهل بعد توفيق المولى عز وجل بإذن الله هنروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نكمل السترونة خلينا نبتدي أو نكمل من خلال الترند المحلي ونشوف أهم خبر في الترند المحلي بالتحديد وهنا من خلال حساب بطولات على فيسبوك والذي يقوله أو يتطرقوا بتحليل كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالتحاد المصري وقرار تقدر من أبرز الحاليات التحكمية في الدورة المصري فالرجل يتكلم على كرة الصورة اللي قدامكم دي اللي هي بتاعت علي معلول اللي هي فيها شك كبير جدا أنها ضرب الجزاء وأن في بعض كمان المحللين أو خبراء التحكم قالوا أنها ضرب الجزاء فعلا علي معلول لم تحتسب لكن هنا الكابتن كلاتنبرج قال لك إيه؟ قال لك أتطفق مع قرار الحكم بعدم احتساب ضرب الجزاء لعلي معلول على الرغم من موجود تلامس بسيط مش أدر أفهمها يعني مش أدر أفهم الجملة دي إلا أنه لم يكن متصقا مع الطريقة التي سقط بها اللاعب كرة القدم هي رياضة أو رياضة التحامات وإذا كان لدى الحكم شك في مثل تلك الحالات فأفضل أن للحكام يعني أفضل أن يسمحوا باستمرار اللاعب أما لحضرتك الفور موجود ليه؟ لو في شك يعني لو في شك في مثل هذه الحالات الفور موجود ليه؟ عشان نرجع له نتأكد من الشك ده ده ولا عندي حقك أحاكم أنه ما أحسبهاش خلاص أنا رجعت الفور وبصيت على كرة مرة واثنين وثلاثة خصوصا أن في بعض الحالات بتاخد ربع ساعة وبالما بترجحها فما جاتس على الحالة دي يعني لو فيها بعد ما ترجع ضرب الجزاء فترغي أقرارك وتحسبها فأما أنا بس كلمة الشك دي أما الفور موجود ليه؟ أما الفور موجود ليه؟ طبع ما هي فيها تلامس زي ما بتقول يا مستر كلاتنبرج يعني بس أنا ليهمني برضو بعد التصريح ده أن أنا ملاقيش حالات تانية مشابهة في مباراة أخرى بالتحديد وتكون نفس الحالة وتتحسل ضرب الجزاء عايز الساعتها أعرف كلاتنبرج هيتلع يقول ليه؟ يا هيتلع ساعتها يقول لك إيه؟ أه الحاكم كان عنده حق عشان فيه تلامس نسبي وطبع ما عنده شك إن فيه تلامس كان لازم يحسل ضرب الجزاء ما هو على حسب الحالة بقى ما إحنا يا جماعة كنا زعلانين من الكابتن سمع فتاح ليه ساعتها لأنه كان طالع بيدافع بس على الحكام هل هي دين مدراسة المتبعة على مستوى العالم أنها هطلع دافع وخلاص؟ من غير ما دين أي خطأ من الأخطاء الوارد جدا حدوثها؟ مش عيب هو أساس التطوير أنك تلوم الحكم بتاعك أو أن أنت تقول إنه هو غلط عشان ياخد باله بعد كده لكن في كل الأحوال ده كان تصريح كلاتنبرج بما أننا خلاص يعني أو في آخر فقرة في حلقة التريند النهاردة خلينا ناخد تفاعل حلقكم معنا من في صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا بخصوص توقعاتكم لتشكيل مباراة البقرة بالنسبة للنادي الأهلي وتوقعاتكم كمان للنتيجة عبد الرحمن مضكور نمتدي به قال اتنين واحد للأهلي إن شاء الله التشكيل حيكون محمد الشناوي محمد هاني عبد المنعم متولي معلول عمر سولايا ديانج حسين الشحات أفشا برونو سفيو محمد شريف نروح كمان لأشرف يوسف قال شناوي متولي منعم معلول هاني ديانج فاتحي سفيو عبد القادر الشحات شريف واثنين سفر للأهلي يا رب إن شاء الله بإذن الله نروح كمان لسامح فرج قال شناوي معلول عبد المنعم ياسر هاني حمد ديانج أفشا سفيو شريف عبد القادر إن شاء الله تنين سفر للأهلي عجبني تفاعل الجمهور رغم الفترة الأخيرة اللي كان الأمور فيها مش ماشية بشكل جيد على مستوى الأداء والنتيج لكن طبق سكت جمهور الأهلي في العبته وجهازه الفني هي أهم شيء ودعم الجمهور كمان هو الأهم محمود خيري قال شناوي معلول عبد المنعم متولي هاني حمد ديانج الشحات أفشا برونو شريف إن شاء الله الفوز واحد سفر للأهلي ناخد كمان آخر تعليق ياسمين جمال قالت الشناوي معلول متولي عبد المنعم هاني حمد أليو ديانج أفشا سفيو عبد القادر شريف وأي 11 راجل إحنا في ظهرهم هو ده الكلام وبإذن الله الأهلي حيكسب بإذن الله تعالى ده كان تفاول حضراتكم معنا من خلال حلقة النهاردة إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي بكرة في مباراته أمام تريمتز طبعا بكرة مش هيكون عندنا حلقة عشان يكون موجود الستوديو التحليلي قبل هذا اللقاء مع الكابتن أيمان شوئي فإن شاء الله بإذن الله الأهلي يكون موفق ويكون سلاس نقاط جديدة للفريق في إطار نشواره الصعب جدا لعودة هذا اللقب الغالي بالنسبة لكل جميعين للنادي الأهلي دي كمان كانت حلقتنا النهاردة من تريند استنونا في حلقات أخرى جديدة من نفس البرنامج بإذن الله تعالى إلى اللقاء